محطة جديدة من محطات التطبيع وقطار التطبيع اللي بيفوت على الدول العربية لا سيما الخليج العربي يمكن قبل أيام كان ذكرى حريق المسجد الأقصى على يد المتطرف الإسترالي اليهودي والعالم العربي والإسلامي أحيا هذه الذكرى الأليمة لكن المطبعون العرب المنبطحون على وجوههم في وحل الكيان الصهيوني والمحتل يأبو إلا الاستمرار في هذه الجريمة صباح اليوم أعلنت البحرين ولأول مرة عودة الصلاة في الكنيس اليهودي في المنامة منذ 1947 وجاء ذلك في بيان حسب ما ذكروا المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق خالد بن أحمد عبر حسابه على تويتر وقال صلاة السبت وتراتيل التوراه تعود إلى الكنيس اليهودي العطيق في قلب المنامة لأول مرة منذ 1947 واصفا تلك العودة بأنها لحظة تاريخية لأبناء البحرين وإن شئت فقل هي لحظة تاريخية لأبناء الكيان الصهيوني اللقيت الدخيل واللي مرة واحدة لقى اعتراف على طبق من دهب من بعض الدول العربية لم يكن يحلب أحد في الكيان الصهيوني يوما ما أن تفتح العواصم العربية زي أبو ضبي زي الرياض زي المنامة زي القاهرة للمحتل الصهيوني في الوقت اللي بتتقفل أمام أبناء العروبة وأبناء الإسلام واللي بتدي على شعائر المسلمين في الدول العربية المسلمة يحتفل أو تحتفل البحرين اليوم الايه؟ بعودة ترانيم الثبت لأول مرة منذ سنة 47 ويقول لك يوم تاريخي للمواطن لأبناء البحرين أبدا والله شعب البحرين شعب أبي يرفض هذا التطبيع زي ما شعب الإمارات شعب أبي يرفض هذا التطبيع زي الشعب التنسي زي الشعب المغربي الشعب الجزائري لكن المشكلة مش عند الشعوب المشكلة عند أصحاب الفخامة والجلالة والسمو أمراء ورؤساء وصلاطين وملوك الدول العربية اللي زي ما قلت لحضرتك النهاردة منبطحين على وجههم في وحل الكيان الصيوني